في الأسبوع الماضي ورد لهذا البرنامج اتصال من أخ كريم والكل يعلم أمر الاتصال بما دار فيه من أنه قد ترك أخوه ثلاثة أيام دون أن يعلم أحد بوفاته وبعد ما سبوه طبعا ما تغسلش وما تكفنش اتحط البطنية والدفن وأجبت الأخ الكريم وبعدين يوم الاتنين دخلت علي متصلة فاضلة فقالت بعدما اتهمتني بالقسوة في الرد وبعدما اتهمتني بأنني فض غليظ في الرد واستدلت بآي من القرآن الكريم مفادها إن الراجل مغفر له يعني إيه إما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة طبعا لما أنا طالع النهاردة عشان أوضح أو أرد مش طالع سقرا لنفسي أبدا إنما أنا منذ اليوم الأول الذي وهبت فيه نفسي أن أقف داعية لله سبحانه وتعالى وقد جعلت عرضي لله سبحانه وتعالى وقد جعلت كل هم مرضات ربنا سبحانه وتعالى لكن الأمر اللي محيرنا إحنا كمسلمين لا سيما المصريين الخلط بين العاطفة والدين العاطفة لها أحكام والدين ليه أحكام والمشكلة الأساسية عندنا إن إحنا بنتعامل مع الميت على أنه أصبح عدم لا قيمة له بنتعامل مع الميت على أنه كلق مستباح إحنا بنعمل فيه اللي إحنا عايزينه وبيننفذ اللي إحنا عايزينه ولما نقول يا جماعة تعالوا القرآن والسنة حطوا قيود وشروط يقولك إزاي الكلام ده إحنا ما نعرفوش أنتوا جايبين لنا كلام جديد خلوني بس في البداية أوضح لما أنا قلت في الحلقة إن الميت إذا لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه آثمة الأمة فأنا مش المقصود الأمة في مشارق الأرض ومغارب لا إنما المقصود المجموعة التي علمت بموت الميت وتهاونت في عدم القيام بأمر الميت مهم جدا إن إحنا وإحنا بنتكلم عن الموت نفهم إن الموت مش عدم الموت انتقاله من دار فانية إلى دار باقية الدار اللي إنت هتنتقل إليها بعد الموت هي الحياة الحقيقية لإن ربنا قال في القرآن الكريم كده يقول يا ليتني قدمت لحياتي مهم جدا إن حضرتك تفهم إن الميت ده وهو على خشبة الغسل بيشعر وبيحس وبيشوف وبيتوجع وبيتألم مهم جدا إن حضرتك تفهم إن الميت ده وهو في القبر يعرفك ويعرف أحوالك ويتعرف على حالك ويسمع السلام منك ويرد السلام عليك ويستأنس بزيارتك له بل وفي أيام مخصوصة كمان فبعد ما تصلع الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم زي ما روى ابن عمر طلع لأهل القلايب اللي هم بتعبدر ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم ويقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فسيدنا ابن عمر ومعاه الصحابة استغربوا يا رسول الله انت بتكلم أموات فكان الرد الحاسم من النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون يبقى الفارق بين الحي والميت كلاهما يسمع غير أن الميت لا يستطيع أن يرد عن نفسه ولا أن يرد عليك لكن هو بيسمعك أو بيسمعك عارف أحوالك أو عارف أحوالك عارف أبوك عارف أنت ما صلتش العيشة ولا لا وعارف أن أنت بتصلي العيشة ولا لا بل الأعجب أن الأموات يتفقدون أحوال الأحياء ويشتاقون إليهم الإمام النسائي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا حضر المؤمن حضر المؤمن يعني احتضر يعني كانت اللحظات الأخيرة في حياتي أتته ملائكة الرحمن بحريرة بيضاء ده الكفن اللي من السماء هو فيه كفن أمليه وهو الكفن كفنان الكفن الأولان اللي من أماش اللي حضرتك واجب عليك أن أنت تكفن في الميت وما تتهونش فيه عارف ليه ما تتهونش فيه لإني أنا لو رايح أقابل شخصية من الشخصيات أقابل صاحب القناة أقابل مسؤول في القناة بلبس أحسن لبس عندي فما بالك وهذا الميت قادم على رب العالمين قادم ملائكة الرحمن قادم على الحفظة وعلى الكتبة قادم على ملائكة القبور قادم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة لأنه إذا كان يحب النبي فسيستقبله النبي واسمع كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم أن الملائكة جايب له كافا مخصوص مش جايب للنبي ده جايب لأي مؤمن جابوله حريرة بيضاء ده سيدنا النبي اللي بيقوله صلى الله عليه وسلم فيقولون اخرجي راضية مرضيح مرضيا عنك بيكلموا الروح اللي هي في جسد الإنسان بيقولوا له اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب راض غير غبان ده بيكلموا الروح اللي هي المؤمنة وبعدين ياخدوها يكفنوها في هذه الحريرة البيضاء وريحوها كأطيب من المسك ده ريح الايه ده ريح الروح المؤمنة خد بالك كل ده والميت فين والميت على سريره ما خرقش ما فارقش بعضيهم ده حتى الملائكة بتحتفي بالروح دي بتناولها كده لبعضيهم حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا خلي بالك ده الملائكة سيدنا النبي اللي بيقول لنا شوف احتفاء الملائكة بالروح المؤمنة وما زال الميت في بيتي وما زال الميت على سريره وما زال الميت لم يخرج من وسط أهله بعد حتى يأتون به باب السماء فيقولون ملائكة السماء تبدأ بقى تحتفي بي احتفاء خاص ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين لأن في عالم البرزخ في أرواح المؤمنين وفي أرواح العصاء أو الفاسقين أو المتيجة أرواح المؤمنين يا سلام على الفرح ويا سلام على الصروب فلهم أشدوا فرحا به من أحدكم بغائبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم الأرواح دي بقى بتستقبل الروح اللي جاية جديد دي اللي هي من أهل الإيمان زي بالظبط لما يكون عندك حد مسافر وحد بعيد عنك ورجع لك شوف الفرحة بتبقى في عينك إزاي هي الفرحة وبعدين بعد ما يقعد فوستوم فيسألونه بيبدأوا يسألوا ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان بيسألوا على الأحياء طبعا يفضل يبشرهم بالخير اللهم إلا إذا قال كيف تسألون عن فلان وقد ذهب به قبلي هناك تبكي أرواح أهل الإيمان ويقولون ذهب به إلى أمه الهاوية وما أدراك ما هي نار حامية شفت احتفاء الملايكة بأهل الإيمان قد ديه كل دا الميت على خشبة الغسط طيب خد بالك الميت اللي ينفع يتحلق له ده إنه زي ما بنعمل ولا يتقصره ضافره ولا مش عارف يتعمل له إيه في شعره أصله ما ينفعش دا لازم نطيبه مفيش الكلام دا خالص وخد بالك الميت اللي على خشبة الغسط دا بيشعر بكل شيء وبيتألم بكل شيء الله يرضى عن سفيان بيقول إن الميت لا يعرف كل شيء حتى إنه لا يناشد غاسلة بيترجى اللي بيغسله خلي بالك من الكلام دا قوي لا يناشد غاسله بالله إلا خففت علي غسلي خد بالك لا ينفع إن حضرتك تكسر عظم في الميت ولا تلوي درع ميت أبدا دا لازم بتتعامل مع الميت على إنه حي بالزبط لإنه حي غير أنه صدرت الأوامر العليا الإلهية أنت ألا تعمل الروح علشان كده الملايكة جنبه في نفس الوقت اللي حضرتك بتغسله في دا واثنين ثلاثة أعديم أو بيغسله يقولوا يا سلام والله دا فلان دا كان بيصلي دا فلان دا كان معانا دا فلان دا كان من أهل الإيمان والناس اللي برا اللي مستنيه على الباب الله يرحمك يا فلان كنت تاليا للقرآن كان قلبك نظيف كنت راجل محترم كنت متصدق ما كنتش غلاوي ولا عندك حقد ولا حسد فالملايكة تقول للميت اللي بتغسل إيه يقول له اسمع ثناء الناس عليك اسمع ثناء الناس عليك شوف الجمال شوف الفرحة علشان كده مهم حضرتك لما تخش على ميت قدم ما بتعرفش يتغسل الله يرديك اعود على جمه القضية مش قضية أنا ابنه وقضية أصله هو بويا وقضية أصله هو خويا أبدا خالص الفقه محتاج تعليم ومش عيب ان احنا نقول أعلمونا ومش عيب ان احنا نقول فهمونا ومش عيب ان احنا نستنى على الميت لحد ما نتعلم ونفهم أو نجيب اللي يتعلم ويفهم ليه بقى لان مهم جدا النهاردة لما اجي غسل الميت اسأل الميت ده بيحب أنه مية المية سخنة ولا ساعة ولا فترة ولا نص نص الميت ده بيحب اللي فنحها ايه نعمة ولا خشنة الميت ده بيحب أنه صبونا ما فيش استسهال في الميت ولما نفسك تقولك استسهل اقف قلها يا نفسه انه قادم على الله فكيف تهيئ من يقدم على الله سبحانه وتعالى